السلام عليكم طلاب اليوم حبينا نكمل العازلة الأفقية شرحها وشوي ننضي حمتات عليها ولو هي أسهل من العازلة العمودية ولكن بها شغلة بحدة فخليني بشرح نمود نختصر الوقت بالبداية ان الخطوات اذا انطاني السؤال الاسدي انا احسبه اللي هو قلنا هو معامل السحب اذا انطاني انا احسبه فالخطوات راح تكون بالضبط نفس العازلة العمودية الخطوات الابتدائية راح راجحها بسرعة اهمة للأفقية اللي عمودية قلنا اول شي شنو نستخرج نستخرج الدنسيتي أوفليكويد لازم ينطني عنا معلومات دنسيتي أوفليكويد وكذلك الدنسيتي أوفغاز هاي قلناها بعد قلنا التنبريتشر اذا انطانيها بالفرينهايت وانا حولها للرانكين وكذلك الضغط اذا انطانيها ب P S P اذا انطانيها P S I هاي احاول لازم احاول الابسوليوت برجر اللي هو جد اضيف ل 14.7 هاي بالانتحان جابها جابها محولة اعتقد جاهزة أوكي P S I أي يعني جامعة ومنطنيها بس اذا انطانيها Gauge P S I G فهنانا لازم اضيفها لل 14.7 يعني هاي انشاء الله تضغط نتذكرها من الصفق الثاني أوكي هاي انتهانا من عندها نحسب ال P Gas قلنا ونحسب ال P Oil بعد ما راح ندخل تفاصيلين عن ذي شمرة شرحناهم بال Vertical اللي ما شاهد في Vertical نبدأ نراجع الفيديو أوكي مجرد انه احسب الكثافات للغاز و لل Oil مثل ما قلنا و احول ضغط درجة الحرارة اذا ما محولات والاغلب يجمع محولات ماذا انه اسوي ازوجة الغاز هين طينيها و هم اسوي هاي التراين ديرر اللي راح ياخذ مني شوية وقت اللي هو انه افرض اطلع سرعة اطلع رينولد نمبر اشوفه يساوي ولو ما يساوي اذا يساوي خير على خير و اذا ما يساوي اظل اكرر بالرقم اللي يطلع اللي يطلع لي يعني مع الفرضية الأولى وهكذا بعدها ما حاجة نعيده اللي انتم فاهمين خلي نسترسل المحاضرة بعد انه ما نقول طلعت CD فرضت CD هنا طلعت مساوية للCD الريض اللي حسبتها من القانون فهذا اوكي تمام يعني انا مشيت بالحل فاوين وصلت هس راح اوصل للحالة البعدة تتذكرون احنا جنا بالفيرتكال شو ننسوي سوري تتذكرون احنا بالفيرتكال شو ننسوي بالفيرتكال انه جنا رأسة انه نحسب فشي اسمه منيوموم دايميتر خلي ننسمي اوكي انا موضي الغاز و هاي السؤال فهنا لا لا ماكو منيوموم دايميتر رأسة رأسة استخدم قانون سعة الغاز انا موضي اطلع اللينث تولينث والدايميتر ما تلغاز و للعون انتبهوا هاي العفو هنا بس شوية 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 حاكل ها وهذا ثابت كله استخرجه بعد ما استخرجتها ان شاء انتبهتها بالمتحام يعني الرقم راح يستخرجلي بدلالة ال ال دي حتى هناك احنا راح نركز عنه هنا بس نفس الشغل بدلالة ال ال دي هذا الرقم ما اسوي للشي اخليه على حالته نفسه هنا انا كاتلوك 0.00 هو يضلع لقم شبير بس انا حق يعني اضل على حالته ال دي ما اسوي له اي شي اوكي استخرج هذا ال ال دي واخليه على حاله اجي دي تربيع الال هذا لي مثل للأويل دي تربيع ال هالمرة يساوي لي هذا الثابت في الكوريت او الفلوريت مابت الاويل في روتيشن تايم تمام اهم استخرجه واخليه كرقم ثابت خان اغيري اللون سوري اه يعني هاي الارقام انا بعد ما راحت يعني اتلاعب بي خان اقول هنا الال دي راح يبقى ثابت وهنا ادي تربيع ال هم راح يبقى ثابت زين هس شنو راح اسوي بعد انه استخرجت هذول الرقمين مرة للغاز ومرة للأويل شنو اسوي افرض مجموعة اقطار طبعا هنا انا انا غير محدد هناك اكو مينيمم اوكي هناك اكو مينيمم واكولي 36 واعلى من 36 انا براحتك شنو سوي يعني للسهولة او مو للسهولة وانما يعيش الماشي يعني احنا فالشي عملي مو فالشي خيالي اه انه افرض افرض خمسة وعشرين افرض يعني 30 وجماعتها افرض 40 افرض 50 حسب الوقت اللي عندك يعني اذا الوقت يسمح انه افرض هاي الارقام ولكن يعني هو الماشي انه ممكن من 32 الى 40 هي هاي الغيمة راح تطلع زين اهنان مو فرضتها مثلا اهنان خمسة وعشرين شو سوي هنو بتيجي هاي الخمسة وعشرين تسوي لهنانا مضروب بمجهولة يعني انت هنانا دي فرضتها خمسة وعشرين فيبقى عندك شنو بس الال واضحة وهاي الال اللي تستخرجها اسمها ال جي ال غاز اذا الال جي شو ساوي يا شباب مضروب بمجهولة والمضروب بها الدي اذا الدي ايش قد راح يصير بالمقام يعني هذا الدي كل ساعة يتغير مره يصير خمسة وعشرين مره يصير اثنين وثلاثين مره يصير ستة وثلاثين مره يصير اربعين مره يصير خمسين واضح اكرر الال دي من تحسبها تخليها هنانا بالبسط مثلا قيمتها قلنا صفر 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 اوكي والدي هنا هنانا كل ساعة يتغير اوكي خليت مثلا هسا وحدة خليت الخمسة وعشرين بعد ان تقسم راح يطلع لك شي اسم الال جي اللي هو هاي هذا الال جي تستخدمه بي من بحساب ال اس للغاز شوي هنا راح اتدوخ بس بالمثال راح اشوفها جدا بسيطة ال اس المن للغاز تساوي انه ال جي ها الدي اللي انت حسبت بيه هنا اللي هو الخمسة وعشرين على اطماش تمام اذا هي العملية مجرد انه عملية تكرارية تمام عملية مجرد انه هي عملية تكرارية انه فقط كل ساعة استخدم قطر كل ساعة استخدم قطر وضحت السالفة خلينا شوين نعيد الخطوات خاف صار الدوخة شنو قلنا 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 بالبداية انه افرط ديات اخذ كل ساعة دي هسا خلنا اخذ مثلا لموة الخمسة وعشرين اقسمها احنانة يعني اقسم هذا الرقم اقسم على الدي تطلع لشي اسم الال جي اوعي الدي اقسمي الماركة كمالة السيدلس لا الدي اقسمه STA دي كمالة لشي اسم الال جي اسم الال اسم الان هو الخاص للغاز يقسم الالجي اسم الان اطلعتها ادي نفسه يعني مرة استخدم خمسة وعشرين مرة استخدم اثنين ثلاثين مرة اخدم ستة ثلاثين يعني مني استخدم الرقم هنا أنا باستخراج هاي أستخدمها نفسي باستخراج الال اسمال الغاز وضحت هاي أسويها للغاز وهنو أجي شنو أسويها أسويها الأويل هي نفس سهم الخمسة وعشرين بس هالمرة عليما أقسمها أقسمها على الناتج مال دي تربيع أوكي وهنانا يعني راح أصير خمسة وعشرين تربيع طبعا بالمثال راح أسكل السهلة أوكي أستخرج هالمرة شي شنو اسمي لأو هذا خاص بالأويل ومن لأو أطلع لأسهم خاص بالأويل هذا سهل يساوي أنه أربع على ثلاثة بالأويل أوكي انتهت بعد أنه ما أستخرج هذول أستخرج الأس آر الأس آر شنو يساوي لي طبعا بالمجزمة غلط كاتبين القانون بالجدول يساوي لي 12 الال ما للأس أويل بعد ما علي بالأس ما للغاز عن يمن على الدي الدي همه اللي المفروضة يعني هنانا الخمسة 22 تقابل معلته 32 تقابل معلته 36 والأربعين والخمسين وهكذا طبعا هنا الرينج أوسع من ثلاثة إلى خمسة بالمثال راح أصير الشغلة إن شاء الله أسهل هذا المثال هو نفس المثال اللي موجود بالفيرتكل وشارحين عليه هو نفسه أيضا موجود للهورزنتل نفس المعلومات ما حاجة أعيدهن وأكررهن الخطوات البداية هم ما عاقلنا هنانا من البي اس آي البي اس مي يعني نتبه لها أوكي سوري أهم هنانا هاي الخطوات واضحة ما أعتقد أن نضيع بها وقت ها بعد أنه استخرجنا العفو السيدي أسه نجي شغلنا هنانا شوية ركزوا يا هاي السيدي أول شي شنو قلنا نطلع قانون الالدي الالدي بمن خاص خاص بالغاز إذن هذا خاص بمن بالغاز بالغاز طبعا سوري لي عن هذا شوية صعب ونتكتبه خاص بالغاز زين أعوض كل هاي الأرقام طلع لي الالدي الخاص بالغاز قلنا هذا ما أسوي لأشي أوكي ما أسوي لأشي أخلي على حالة أجي هنوم شنو أطلع الدي تربيع قلنا هاي المن خاصة بالأويل أكتب جواها أويل أنا متعرف هم يساوي القانون هنا أسهل أوكي وأطلع الدي تربيع اللي هي هاي المن للأويل إذن صار عندي الدي للغاز و الدي للأويل هسا شنو أجي أسوي فالجدول بسيط يعني هنا في سمب بعد يعني ليش أنا أكرر مرة شنو قلنا نطلع بالبداية لأيالجي ومن الثانية شنو أطلع لأيال尚 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 اكتب علي لأحادي انا رح опыт قيمة واحدة التي هي ổPl personalities لا يقوم بها سوف أستخدم هذه القوانين أول شيء مثلاً أنت تأخذ كل القيم يعني هنا مثلاً تأخذ الـ 36، الـ 32، الـ 34 بس أنا شون راح أجرب القيمة واحدة واللي هي الـ 36 أول ما أطلع الـ LGAS شو تساوي لي؟ لأنه تساوي لي الـ LD اللي هي هاي 82.04 عن يمن على الـ D اللي هي أشغد الـ 36 هاي فقط جايحسب هاد بس سطر الـ 36 طلعت لي شنو؟ الـ LGAS أجي خليها بمكانه نعم هذا المربع أنا بسوي لك احنا نسع بعد أن طلعت الـ LG شنو أطلع LS المن؟ للغاز الـ LS للغاز شنو تساوي قلنا تساوي أن الـ LG اللي طلعتها بالـ D اللي أنا فرضتها على الـ 12 اللي هي 36 يعني الـ D 36 على 12 من القانون هذا أطلع هاي قيمة شنو؟ الـ LS أجي أخليها بمكانه طبعاً سوري إذا أكوه طبعاً هاي خلصنا الغاز خلصت إحنا أنا وحدة وإحنا أنا وحدة جيد هذا هو أين يبيع القانون؟ بهذا القانون بالغاز دعنا نغير اللون أجي أجي على القانون الثاني اللي هو مالي الـ OIL ماذا يساوي لأنه يهم نفس الشي بس الـ الـ 12.852 عن يمن على دي تربيع مضروب بالمجهول وين يصير بالمقام؟ أطلع شنو؟ الـ OIL وين أجي أخليه؟ هنا هم بمكانه من الـ OIL شنو أطلع أهم شيء أهم وحدة هاي أهم وحدة هاي اللي أنا أطلع منها الـ SR الـ L-S ساوينا 4 على 3 بالـ L-OIL إذا طلعتها قبل شوية نفسها أجي أخليها هنا طلعت الـ L-S هذا هواسي شنو أجي أحسب الـ SR الـ SR شنو يساوي لنا 12 أهم هنا بالمجهول أعتقد الغلطان يساوي لنا الـ L-S ما في الـ OIL اللي هي هاي 13.222 عن يمن على الـ D اللي هي نفسها الـ 6 و 30 طلعت لي الـ SR مقبولة بين الثلاثة وبين الخمسة وضحت الفكرة أتمنى وضحت إذا ما وضحت وحسن هم حضر مثال ثاني على موت الفكرة تكون أوضح خلني جي نسوي ملخص للمرة الأخيرة شنو نسوي هاي مثلا الـ 36 مثلا الـ 25 هم أسوي لها نفس الخطوات للـ 40 أسوي لها نفس الخطوات شنو هي الخطوات بصورة سريعة أول شي أطلع L-D هاي المال هلنوب أطلع للمرة الأول بالتحديث بعد إنهم طلعت هذول أختار قطر 36 مثلا وأختار 25 وأختار 40 و 50 وكل وحدة أسوي لها هاي الحسابات شنو هاي الحسابات أطلع الـ LG من نوع قانون هلنوب أطلع الـ LS مال و8 هاي طلع الشغل تيمي هلنوب لـ L-Oil أطلع هلنوب لـ LS هاي أهم وحدة قلنا إذن هنا خمس شغلات ثلاثة يطلع من قانون ابو التربية والثنين الأولانيات يطلع من قانون الالدي ما للغاز واضح؟ واضح ها خلص السؤال من تكتب هذا الجدول خلص السؤال مرات هذا السؤال ينطبيه زيادة شنو هاي الزيادة؟ الزيادة قلت طلع لي الحقيقي الجريان يعني الكيو الحقيقي ما للغاز والكيو الحقيقي ما للأويل أبذل لا ترعب السؤال هنا كل السهل مجرد انه تعكس القانون شنو أقصد بتعكس القانون انت هنا حافظ القوانين وين هي القوانين؟ هاي القوانين انت حافظها اللي انا هاي صار عليها معركة القوانين انت هاي حافظها أصلا مجرد انه المضروب بالمجهول يصير بالمقام هاي فكرتها يعني اوكي مني يقول لك احسب الجريان الحقيقي للغاز أو للأويل انت مجرد تسوي هذا المضروب بالمجهول وين يصير بالمقام هاي انت تريد البيغاز اوكي شاكو شي بمضروب بيها وين يصير اوكي بالمقام هذا كله بالمقام هذا ينقلب هذا يرجع اذا هي الصير المعادلة مجهول بدلالة الكيوجي والصير هنا اخوه هنا اسهل كلش ما يرادلها الصير بدلالة الكيوجيو اذن شون احسبه خنو رجع مني يقول لك احسب الاكتوال راح تجيب هذن القواني مثل ما قلنا كيوجي هو نفسه 422 بس خلية 1 على 422 يطلع لك هذا هذا الـ 0.7 مانجر نفسه هو الـ 1.42 هذا نفسه هذا نفسه بس قلبه بس قلبه يعني هاي منريد الأكتشول زين هاي شنون حساب الأكتشول قلنا القانون جاهزة سبولك بس شنو عندي شغلتين مساعة كانت مجهولات أنا حسب لهن إنهن الـ LG والـ D الـ D بعد طلعته أنا هذا الممتاز عندي أحسن واحد اللي ضمن الرينج هو أستخدمه لحسابات وإحنا هنا قد أخذناه 36 زين بقى عندي شغلة وحدة الـ LG الـ LG بعد ما علي للجدول وما علي شنو أخذت أنا مو أخذت أفضل أفضل L-S و D أفضل L-S و D هنانا جقد من الجدول خلنا نشوف جقد الـ L-S ها تقريبا 13 point 22 جقد تساوي أخذها للأبعد تساوي 14 تقريبا 14 إذن أنا أفضل قطر عندي هو 36 وأفضل طول عندي هو شنو 14 هذن أفضل قطر وأفضل طول أستخدمهن بقياس الحقيقي الـ Actual واضح واضح زين الـ L-S أنا عندي هالمراقيت لك بس المجاهي صارت معلومات والمعنى ما صارت مجاهي يعني تحل بس للمجاهي هنا الـ L-S هي الأويل الـ 14 اللي قربناها أرد أطلع منها شنو الـ LG أنا عندي هذا القانون LG زائد دي على 12 عندي هي 14 أطلع 11 هنا بس أحوضها بالقانون وكذلك نفس الحال بالنسبة للـ OIL الـ L-S اللي هي أنا عندي المثالية اللي 14 اللي قربتها طلعتها من الجدول أطلع هنا الـ L-OIL منتقراها بالملزمة شوفها سهلة هنا طبعا بالملزمة هناك كوهاي أخطاء فانتبه اخذ على هذا الحال صحيح ومضبط بس انه الـ D تربيع هي 36 الـ L-OIL انت استوقت طلعتها الحقيقية والـ O-7 قلناه هو هذا الفاكتر ذاكي نفسه بس عاكسة أنا أريد أن يطلع الـ Q-OIL يطلع هناك عشر ونص عشر ونص عشر ونص هي هي الـ L-OIL وتقسم يطلع لك الـ Q-OIL الـ Actual واضحة إذا مواضحة رأس إني زياد نأخذ مثال ثاني هذا المثال نفسه اللي جابه للعمودية هنا راح نحلل الأفقية قلنا بالبداية نفس الخطوات ما راح أعيد هنا هدنا الخطوات نفسه أعتقدها ميجي نفسه هذا الـ CD طلعنا بعد أن طلعنا الـ CD ما نحسب قلنا؟ نحسب الـ LD هذا قلنا نخلي على حاله وهنا ما نحسب دي تربيع الـ L وهما نخلي على حاله ونساوي جدوال طبعا أنا هنا اختارت الـ 40 و 50 بشفت ان قيم ما تفيدني في ذلك اختارت 30 32 36 طبق لك 2 هاي هي طبق لك 2 هاي هي ضمن الرينج هنا نشوفها 36 34 130 كلهم ضمن الرينج كلهم ضمن الرينج بس أنا هنا على مود نقول كل شيء على مود توصل الفكرة رح أطبق لك هم آخر شيء رقم واحد رح أطبق الـ 30 قلنا يعني هذا المخطط يصير للـ 30 ويصير للـ 40 وصير كل الأرقام اللي أنا ما أخذني هنا بالجدول وشوف انك تقدر تتأكد بالحاسبة يمك وتطلع طبعا صارت هوسة كان حطيت الصور المهم للـ 30 قلنا شنو نحسب LD وD تربيع الـ L قلنا هنا ذن ثابتات أجي بس أقسم هنا أطلع الـ LG شوف تلعت لي 1.8 هنا صحيح 1.8 أرجع للـ L لـ OIL عفو لـ OIL هم أقسم على الـ D تربيع هم طلعت لقيمة الـ OIL والـ LG وأنا أخليهم أخليهم بالجدول زيان LS هم لكل وحدة LS لكل وحدة هاي LS مالة الج وهاي LS مالة الأويل وخليهم هنا وبعدين أحسب الـ SR المن للـ OIL هاي الكل وحدة مشتغل لها هذا الشغل وتقدر أنت تطبقها وإذا تريد تطلع الـ Actual Oil والـ Actual Gas Rate هم إنه بس المجهول تخليه وين معلوم والمعلوم بالعكس هنا مثلا اجقد القيمة المثالية للطول احنا قلنا مثلا انا راح أخذ الـ 34 صير 4 4 فوت هاي راح أصير عليها حسابات نفس هذا السلايد نفس هذا السلايد أربعة هم هنا صير 4 ناقص 30 على 12 وهكذا أتمنى تكون واضحة الصورة وعذروني يعني شوية الدنيا لي أوكي سأخاف الشرح شوية مخربط ولكن أتمنى يكون واضحة وشكرا لكم بالتوفيق